السلام عليكم ورحمة الله جاءنا في هذا الفيديو باش نتعرفوا على 8 اللاعبين وسط ميدان اللي ممكن يطلع يعتمد عليهم وليد رقراجي كما سمعناه قلناه يعتمد على ثلاثة دليل رأس الحربة اذا عايبقوا 8 ديال اللاعبين ممكن يعتمد عليهم وليد رقراجي كوسط ميدان للمدخب الوطني المغربي بزراب اللاعبين جمهور متافق مع هذا اللاعبين احنا كذلك لقنا الناس اللي كنتفرجوا فيه وبزراب الناس عايبقوا احنا فقط عطينا عن طور رأينا في الثمانية اللاعبين واش ممكن يكونوا هدوء ولكنه حتى تسعودوا تسعين فمية هالثمانية العناصر اللي عن قولوا الاسماء دياله من الان وما اللاعب يكونوا في وسط منتخب الوطني المغربي اول لعب سوفيان ام رابط لعب فيرونتينا الايطالي هذا اللاعب ممكنش يتخلفوا عليه جوج يقول لك واحد لا يكون واحد ما يكونش هذا عايكون بالنسبة مئة في المئة سوفيان ام رابط لعب فيرونتينا والموضيان رقم جوج دياله اذا سوفيان ام رابط ما فيش نقاش باتاتا انه عايكون هناك كذلك سالم املح لعب البطولة البرجيقية وهذا اول موضيان لا وهذا كذلك عايكون وخا حاليا وقع له مشاكل مع الفرقة دياله البرجيقية وما يلاعبش كورة القادم باتاتا وعطاه شي برنامج ولدرقراجي باش يبقى عليه باش يكون بالليقاء البدني هدا السالم املح كذلك ممكنش يتخلفو الناس عليه انه وش عايطلاب لا ما عطلاش اذا عايطلاع بنسبة مئة في المئة وكذلك هناك يحيا جبران لاعب الويداد البيضاوي هناك وحد 5.90 في المئة انه عايكون في المونديول كاحتياطين سوفيان ام رابط لانه يحيا جبران لاعب الويداد البيضاوي هذا اول موضيان لا صحيح ولكن مو هذا احتياطي عارفين ام عارفينه ما عارفش اساسي وكأن احتياطي سوفيان ام رابط ايضا جبران هذا بحث خمسة وتسعين في مئة هيكون في المونديال القطري وما يكون مقلد لعب البطولة اللي عطلها هناك عزدين هناحي هذا بنسبة مئة في المئة هيكون في المنتخب الوطني لا نقاشة ولا جدالة في ذلك لانه لاعب شاب 22 سنة كالي بحث فرقة صغيرة في فرنسا وعنده مستقبل زاهة في كرة القدم ويقدر لعب فرق كبيرة في اوروبا لانه لاعب لفقط عنده 22 سنة فقط لعب لونحي هناك كذلك لاعب آمن حارث لعب اولمبيك مارسيلية الفرنسي هذا لا يمكن ان يخالفه عنه الجوج آمن حارث المونديال التاني دياله على التاوليه لعب مارسيلية كما نجابه رسميا من تطنيه من شرق الارماني عفون بخمسة مينيون الأورو إذا اللاعب جد منتاز آمن حارث مئة في المئة اكين في المونديال وما يمكن ان يقع خلاف بين جوج الناس يقول لك حارث وما تطلعه حارث المونديال لا نقاش في ذلك ولا جدا هناك يونس باللهنده هذا لاعب نقاش في هذا المونديال الثاني ولا تطلع له باللهنده ممكن واحدة نسبة 75% فقط اللي قدر يطلع المونديال هذا يونس باللهنده نقاش فيه واش عي طلع المونديال ما عي طلعه إذا كينو حاجة نقاش كبير يونس باللهنده ومعا تكونش من الأساسيين كيم ما عرفنا كيم ما ننفتسار أسباني ما فيه واش على مجهود لي معا منشو أحد أداء اللي هو منتاز و هناك عبد الحاميد السابري هذا هو لعب جديد المنتخب الوطني و لعب سامدوريا الإيطالي و لعب مشاكل مع مدرب سامدوريا هذا يعني كثير ماذا يطلع و لا يطلع سلطان جاوية إليا الشاعر لعب منتاز جدا لعب بطولة إنجليزية القسم الثانيئة ولكن لعب جدا منتازة إليا الشاعر كان وحدة نسبة 70% سيطلع على الموديل لأنه لعب منتاز وشناف اللائحة التي تصربت بعض الناس أنه لم يعملوا إسم إليا الشاعر فيها ولكن نظرنا أن إليا الشاعر سيطلع بحدة نسبة 70%